فيلت له وهي الدواء الأنجع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال حي لا يموت قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة وارفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه 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 له النعمة والفضل له الخلق والأمر له الثناء والمجد له الملك وله الحمد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة التمام ومسك الختام رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء التوحيد والحق والخير والإيمان كما تنشر الشمس أشعتها في رابعة النهار فاللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة وأوردنا يا رب برحمتك وفضلك وكرمك حوضه الأصفى ونهره الكوثر واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفضليات وأيها الإخوة والأخوات طبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الليالي المباركة وفي هذه الساعة المباركة على طاعته أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله كلمة برنامج أختار فيه كل ليلة كلمة واحدة أزرع في بستانها ورد حياتي وأزهار أنفاسي ورحيق حبي وحلال عليكم أيها الأخيار قطف الأزهار وجني الثمار ونحن الليلة على موعد مع كلمة خطيرة سامحوني نحن الليلة على موعد مع كلمة خطيرة مع كلمة خطيرة أكررها ثلاثا لخطرها إننا الليلة على موعد مع هذه الكلمة ألا وهي الفتن أسأل الله أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأله سبحانه إن أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مفرطين ولا مضيعين إنه ولي ذلك والقادر علي أعرني قلبك وسمعك الليلة وأرجو أن تركزوا معي جيدا فإن موضوع الليلة ورب الكعبة من الأهمية والخطورة بمكان لا سيما ونحن نعيش زمان الفتن لا سيما ونحن نعيش زمان الفتن الذي أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ويقع الآن في هذا الزمان ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام تماما بتمام تعال معك عادتنا لنؤصل لهذه اللفظة الخطيرة تأصيلا لغويا واصطلاحيا الفتن الفتن في لغة العرب مأخوذة من قولهم فتنى الذهب والفضة أي أذبنا الذهب والفضة في النار لنميز الرديء من الجيد انتبه إلى هذا التأصيل اللغوي أقول الفتن في لغة العرب مأخوذة من قولهم فتنى الذهب والفضة العرب يقولون فتنى الذهب والفضة أي أذبنا الذهب والفضة بالنار أو في النار لنميز بين الجيد وبين الرديء أو لنميز الرديء من الجيد هذا هو المعنى اللغوي الذي اشتقت منه لفضة الفتن ومنه قول الله تعالى يومهم على النار يفتنون وقال الله في شأن النار أيضا إنا جعلناها فتنة للظالمين هي شجرة الزقون في جهنم عياذا بالله إنا جعلناها فتنة للظالمين نها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين الآيات ومنه قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي ربنا لا تظهر القوم الظالمين علينا فيعجبوا ويظنوا أنهم خير منا هذا هو المعنى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ومنه قول الله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين يا رب عصمنا من الفتن ونجينا منها أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين يفتنون أي يختبرون ويمتحنون ويبتلون بالمحن والمصائب والمكروه أو كما قال بعض علمائنا من المفسرين أو بالدعوة إلى الجهاد مرة أو مرتين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين وجماع معنى الفتن جماع معنى الفتن كما في المعنى الاصطلاحي الابتلاء والامتحان والاختبار يبقى جماع معنى الفتن في المعنى الاصطلاحي الابتلاء الامتحان الاختبار ولها أكثر من معنى في القرآن الكريم فالكفر فتنة بل أخطر فتنة على وجه الأرض قال الله تعالى والفتنة أشد من القتل والمراد بالفتنة في الآية بإجماع المفسرين الكفر والفتنة أشد من القتل ومنه قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله والفتنة هنا أيضا بمعنى الكفر أو بمعنى الشرك فالكفر فتنة والشرك فتنة وانتبه معي والأموال والأولاد فتنة كما قال الله تعالى وأنا أبين لحضراتكم معنى الفتنة في القرآن قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي محط ابتلاء وامتحان واختبار إنما أموالكم وأولادكم فتنة بل والشر فتنة والخير فتنة قال الله عز وجل وَنَبِلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنة وَنَبِلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنة بل والابتلاءات والمحن والمصائب فتنة محط ابتلاء واختبار من يصبر ومن الذي سيجزع ويشكو الخالق للمخلوق ويشكو الرحيم للذي لا يرحم ويشكو الرزاق للذي يرزق ولا يرزق فتنة قال تعالى وَنَبِلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي لا يتعرضون للمحن والابتلاءات والمصائب والاختبارات لنميز بين الصادق والكاذب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنة أي امتحنة وابتلينا واختبرنا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا تتصور أن الله جل وعلا لا يعلم الصادقين من الكاذبين إلا بعد أن تقع الفتنة والمحنة والمصيبة فالله جل جلاله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وإنما تأتي المحن والمصائب والفتن والابتلاءات على الصف ليميز الله عز وجل الصادقين وليظهر الصادقين وليظهر أيضا المنافقين للمؤمنين لأن الفتنة تأتي لتمحص الصفوف ولتصفي الصفوف فلا يبقى على الطريق إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وصح إيمانه وصدق يقينه مع ربه تبارك وتعالى أما المنافق بعد المحنة ينكس على عقبيه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن تأتي المحن والمصائب والفتن والابتلاءات ليميز الله المؤمنين ويظهر المنافقين ثم وانتبه لهذه الثانية ويا لها والله من عظيمة يا لها من لطيفة عظيمة أقول ثم ليحاسب الله جل وعلا خلقه وعباده بمقتضى ما يصدر عنهم ومنهم من أقوال وأفعال لا بمقتضى سابق علمه فيهم وهذا كمال عدله وتمام فضله هل انتبهتم إليها؟ والله إنها لغالية تأتي المحن ليبرذ تصرف المؤمن من تصرف المنافق فالمؤمن لا تزيده المحن إلا ثباته ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذا هو المؤمن مع الفتن مع المحن مع الابتلاءات مع الاختبارات أما المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لا تزيدهم المحنة إلا نفاقا وإعراضا وصدا عن سبيل الله تبارك وتعالى إذن الشر والخير فتنة الابتلاءات والمحن والمصائب فتنة بل كل الناس كل الناس مع بعضهم البعض في معترك هذه الحياة في فتنة قال الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا فأنت هنا في محط ابتلاء وفي دار اختبار وفي دار امتحان قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمله وخلي بالك من اللفظ القرآنية البديعة لم يقل جل وعلا ليبلوكم أيكم أكثر عمله وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عمله هذه هي الفتن أيها الأفاضل لغة واصطلاحا بإجاز شديد جدا تعال معي لنقف على خطر الفتن وأنواع الفتن وأقسامها وكثرتها أقول الفتن خطيرة لسببين الأول لأن الفتن تعرض على القلوب لا على الأبصار والأذن فقط ثم لكثرة الفتن في هذا الزمان بل وفي كل زمان لكنني لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه الفتن بنوعيها فتن الشهوات والشبهات كما سأفصل الآن بإذن الله تعالى كزمن الإنترنت والفضائيات لا أعلم زمانا انتشرت وكثرت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فتنبر معي أيها الحبيب الكريم وأنت أيها الأخت الفاضلة فوالله الذي لا إله غيره إننا جميعا في أمس الحاجة لمعرفة هذا الموضوع ثم للوقوف على سبيل النجاة في آخر اللقاء بإذن الله تعالى جعلني الله وإياكم جميعا من أهل النجاة أقول موضوع الفتن خطير لسببين الأول لأنه متعلق بالقلوب نعم الفتن لا تعرض على الأبصار ولا على الآذان فقط يعني لا تتصور أنك بمجرد أن تغمض عينيك بعد ساعات طويلة جلست فيها أمام فيلم إباحي أو مسلسل ساقط أو هابط أن الفتنة قد زالت بمجرد أنك أغلقت الجهاز أو أغلقت الموقع الإباحي أو بمجرد أنك قد ابتعدت في حجرة خاصة بك عن مصدر هذه الفتنة لا بل تذهب إلى فراشك وتنام وتغمض عينيك وترى مشاهد الفتنة تتوالى أمام عينيك تترى مع أنك مغمض لعينيك فعلا لكن كل مشهد يتردد وكأنك تراه وأنت مصر بل وترن في أذنيك كلمات الفتنة أيًا كان نوعها سواء كانت الفتنة فتنة شهوة أو شبهة سواء قرأت بعينيك أو سمعت بأذنيك أو شاهدت بعينيك لماذا يا إخواني لأن الفتنة تطبع في القلب وتعرض على القلب لا تعرض على البصر والسمع فقط ولا على اللسان اللي يردد اللسان وكلمات الفتنة وفقط بل تعرض على القلب وتطبع في القلب ولو طبعت الفتنة في القلب وتشرب القلب الفتنة شهوة كانت أو شبهة ربما يهلك صاحب هذا القلب ويشقى في الدنيا والآخرة بل قد يضيع دينه وفي ليلةٍ واحدة بين عشيةٍ وضحاها قد يبيت مسلمة ويصبح كافرة وسأبين لكم بالدليل الآن وقد يصبح مؤمنة ويبيت كافرة في يومٍ واحد وفي ليلةٍ واحدة بسبب ماذا؟ بسبب الفتنة تدبر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب الله 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 ما يلش على الأسماع وعلى الأذان تعرض الفتن على القلوب مع أنك ترى الفتنة بعينيك وتسمع الفتنة بأذنيك وتردد كلمات الفتنة بلسانك لكن اسمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا يعني ايه يعني فتنة فتنة اليوم فتنة وبعد ساعة فتنة والليلة المقبلة فتنة والليلة التي تلي هذه الليلة فتنة وفي الصباح فتنة وهكذا فتنة صغيرة ربما تكون فتنة صغيرة لكنها تعرض على القلب فيتشربها القلب فتطبع فتترك هذه الفتنة بقعة سواد في القلب ثم تأتي فتنة اخرى فتعرض على القلب فتترك بقعة سواد اخرى الى جوار بقعة السواد الاولى فتزداد بقعة السواد في القلب ولا حول ولا قوة الا بالله الى ان يتسع السواد في القلب ليعلو هذا القلب الرانو ليعلو هذا القلب الران هذا الران يحجب القلوب عن علام الغيوب سبحانه وتعالى إذا تكون على القلب الران حجب الران هذا القلب عن الله جل وعلا فقل له ليلا ونهارا قال الله ولا شيء لا تأثر ولا تحرك أقول أعوذ بالله ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله لكن هذا القلب الذي علاه الران صار أقسى من الحجر بنص القرآن صار أقسى من الحجر فقلب أقسى من الحجر وقلب أصفى من الدرر تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيضا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض واسمحوا لي أن أترك شرح هذا الحديث لحلقة خاصة سأتكلم فيها عن هذه المفردة الجميلة والكلمة العذبة الرقيقة ألا وهي القلب نعم أعدكم بكلمة القلب كما ذكرت وبكلمة الدعاء كما سبق أن وعدت سنعيش مع هاتين المفردتين في ليلتين مستقلتين بإذن الله جل وعلا لكن انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام القلوب التي تعرض عليها الفتن فتتشرب هذه القلوب الفتن تصبح هذه القلوب قلوبا سوداء مظلمة لا تتأثر بآية ولا بحديث ولا بموعظة ولو كان هذا الواعظ القرآن بل ولو كان هذا الواعظ الموت فالموت خير واعظ ومع ذلك هذه القلوب لا تتعظ بل ربما يحمل أحدهم والده على كتفيه أو والدته أو صاحبا له أو عزيزا عليه ومع ذلك لا يتحرك قلبه ولا يرق قلبه لماذا؟ لأن القلب تشرب الفتن حتى على الران هذه القلوب فحجبها عن علام الغيوب سبحانه وتعالى والقلب يا إخواني كما سأبين إن شاء الله وتعالى ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه فقلبك الآن على حال وأنت تسمعني وتسمع غيري من أهل العلم والفضل فإذا حولت على موطن آخر ومكان آخر لا تسمع فيه عن الله ولا عن رسول الله سيتحول قلبك والله العظيم سيتغير قلبك ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويلي يا الله كان حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم يكثر يكثر من هذا الدعاء اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بالله عليك أنت تدعو الله بهذه الدعوة في اليوم كم مرة وأنت يا أختاه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فطر الله قلبه على التوحيد وغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر يكثر في دعائه اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فتتعجب أم سلمة رضوان الله عليها وتقول يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب فيقول بأبي وأمي وروحي ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد إن شاء الله أقامه وإن شاء أزاغه ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبي لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذا حديث في مستد الإمام يا أحمد بسند صحيح وهناك حديث آخر في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان أقول اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يدعو بهذا الدعاية بعدما يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب يصرف حيث شاء ثم يقول اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه على الدين ويدعو الله عز وجل أن يصرف قلبه إلى طاعة رب العالمين فنحن ورب الكعبة أولى بهذا الدعاء بتذلل وتضرع إلى رب الأرض والسماء ليثبت قلوبنا وسط هذه الفتن الهوجاء السبب الآخر كثرة الفتن والله يا إخواني أنا لا أعلم زمانا من خلال قراءاتي لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات كهذا الزمان بل هذا زمان الفتن الذي أخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا أنطق عن الأوى وما من شيء تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن إلا ووقعت في زماننا بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى تدبر معي تدبر معي كلماته الرقراقة بأبي وأمي وروحي وهو يبين لنا كثرة هذه الفتن في كلمات نبوية بليغة لا يتكلم بها إلا من آته الله جوامع الكلم خذوا مجموعة سريعة من أحاديثه الصحيحة ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي خل بالك إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها خل بالك من اللقاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها يا الله يا رب نجينا من البلاء وعصمنا من الفتن وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها إيه ورب الكعبة وأمور تنكرونها تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن المؤمن مش المذنب ولا العاصي ولا المنافق فيقول المؤمن هذه هذه أي هذه أكبر من كل الفتن التي مرت بنا قبل ذلك أولا يقول المؤمنون الآن مع كل فتنة تظهر علينا هذه الكلمات النبوية إن لم أقل بمعانيها إن لم أقل بحروفها فبمعانيها ورب الكعبة يردد المؤمنون الصادقون هذه الكلمات النبوية لأن العلماء الربانيين يرون الفتن قبل أن تنزل وقبل أن تقع أما غيرهم لا يرون الفتن إلا بعد الرحيل إلا بعد تدميرها للأخضر واليابس عصمنا الله وإياكم من الفتن العلماء يحذرون من الفتن قبل وقوعها لا أقول لأن العلماء يعلمون الغيب وإنما لأن العلماء يحدثوننا بكلام ربنا وكلام نبينا ولأن العلماء يفهمون سنن الله الربانية في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير فإن لله سننا في الكون ثابتة لا تتغير ولا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة لله سنن سارية على المؤمنين والكافرين وعلى الطائعين والمذنبين بل وعلى الأنبياء والمرسلين نعم لابد أن تعي الأمة هذه السنن وأن تستوعب هذه السنن سنن الله الربانية وسنن الله الإلهية في أخذه للظالمين وأخذه للكافرين ونصره للمؤمنين إلى غير ذلك من السنن نعم أيها الأحبة اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه 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 أخطر وأبشع وأفضع وأكبر من كل الفتن السابقة هذه هذه اسمع اسمع وخلي بالك من الجاوب النبو ده قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه سبيلان من سبل النجاة في هذا الحديث فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه هذه علاقتك بربك أن تحقق الإيمان به جل وعلا وباليوم الآخر وهذه علاقتك بالناس سبيل آخر من سبل النجاة من الفتن فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه واسمع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطوم من آطام المدينة يعني على مكان مرتفع من مرتفعات المدينة النبوية زادها الله شرف وكرامة أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطوم من آطام المدينة خلي بالك والله ثم قال لأصحابه معه رضوان الله عليهم هل ترون ما أرى هل ترون ما أرى فلم يجب أحد ثم قال بأبي وأمي وروحي والله إني لأرى الفتنة سلم يا رب دا الكلام دا المين للصحابة لأشرف وأطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء هل ترون ما أرى فوالله إني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر يا ربي كوقع القطر أي كوقع الحبات المطر الفتن تقع على بيوت مين بيوت الصحابة إني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر إذا كان هذا يقال للصحابة رضي الله عليهم رضوان الله عليهم فماذا يقال لنا الآن في عصرنا في زمننا في زمن الفتن بحق بحق انظروا إلى بشاعة وكثرة الفتن بل قد قال بأبي وأمي وروحي كما في الصحيحين من حديث أم سلمة واللفظ للمسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوما فزعا أو في لفظ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه يوما عندها فزعا وهو يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن ما أنزل الله من الفتن ماذا أنزل الله من الخزائن ما أنزل الله من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين كي يصلين هذا سبيل الثالث من سبل النجاة من الفتن الصلاة 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 من يوقظ صواحب الحجرات كي يصليين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بل لقد أخبرنا بأبي وأمي وروحي أن الفتنة في زمان الفتن ستكون ققطع الليل المظلم والليل المظلم لا تكاد ترى فيه يدك لو أخرجت يدك لا تراها من شدة الظلام كذلك في زمن الفتن لو أخرج إنسان يده في زمن الفتن لا يكاد يراها من ظلمات الفتن بل إذا امتدت إليه يد طاهرة متوضئة وهتف به عالم صادق وأخ محب حنون لا يكاد يسمع نداءه لكثرة هذه الأياد التي تجذبه وتشده لتغرقه في مستنقع الفتن الآسن العفن أو لتسقطه في شباك فتن الشبهات الحقيرة الخطيرة محر هائج مائج من فتن الشهوات وشباك محكمة دقيقة من فتن الشبهات والناجي من عصمه الله جل وعلا والسعيد من جنبه الله الفتن كما قال صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن يا رب جنبنا الفتن واجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بادروا الرسول يأمرنا بادروا سابقوا أسرعوا بادروا بالأعمال فتنا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم هل استمعت إلى هذا التعبير النبوي البليغ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنة ويمسي كافرة يا إلهي يصبح الرجل مؤمنة الصبح مؤمن وبالليل في نفس اليوم كافر ده كلام النبي مش كلامي أنا يصبح الرجل مؤمنة ويمسي يعني يأتي عليه المساء وقد كفر ويمسي كافرة ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة ليه ليه بهذه السرعة ليه قال بأبي وأمي وروحي يبيع دينه بعرض من الدنيا آه والله الذي لا إله غيره لقد صدق المصطفى يبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل حفنة عفنة من الدولارات أو الجنيهات أو الجنيهات يبيع دينه يبيع دينه بعرض حقير من الدنيا بل يا أخي لا أبالغ والله يبيع دينه بدنيا غيره والله يبيع دينه بدنيا غيره قد لا يحصل شيئا لا من الآخرة ولا حتى من الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله إنها الفتن إنها الفتن إنها الفتن ستكون فتن اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وأختم بهذا الحديث وإلا فالأحاديث في هذا الباب كثيرة كثيرة جدا قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ستكون فتن ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ابعد عن الفتن ولو بمقدار الجلوس ولو بمقدار الجلوس من القيام إلى الجلوس مقدار يسير هذا المقدار ابتعد به عن الفتن قد تنجو قد تنجو لا تعرض نفسك للفتن ولو كان ذلك بمقدار القيام من الجلوس إلى القيام لا تعرض نفسك للفتن لأنك لا تدري يا حبيبي في الله ويا أخت الفاضلة لا تدري كيف يكون حال عقلك وقلبك إذا عرضت عليك الفتنة كثير من الناس يتصور أنه عن طرح يقول أنا مستعد لمجابات الفتن أنا لا أخشى من أي فتنة لا من فتنة المال ولا من فتنة النساء ولا من فتنة الأولاد ولا من فتنة المنصب ولا من فتنة الجاه ولا 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 لا لست عن طرح انتبه لقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تعرض نفسك للفتنة وأن لا تضع نفسك في هذا الاختبار فربما تخسر فيه دينك دينك وفي ليلة وفي صبيحة نهار كما قال النبي المختار قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إهدى أو التاني ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن تشرف لها تستشرف يعني من عرض نفسه للفتن أهلكته الفتن تستشرفه أي ستهلكه ومن تشرف لها تستشرف ومن تعرض لها تستشرف أي ستهلكه فمن وجد ملجأا هذا سبيل رابع من سبل النجاة فمن وجد ملجأا أو معاذا فليعذ به فمن وجد ملجأا أو معاذا فليعذ به وفي رواية أبي داود بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عجيبا قال متى ذلك يا رسول الله يعني متى سيكون هذا الزمان فتن القاعد فا خير من القائم والقائم فا خير من الماشي والماشي فا خير من الساعي ومن تشرف لا تستشرف متى يكون ذلك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام في أيام الهرج في أيام الهرج فقال له مسعود رضي الله عنه ومتى ذلك يا رسول الله قال حين لا يأمن الرجل جليسة يا الله أقسم بالله لا يأمن الآن الرجل جليسة لا تدري يا طرى الألم اللي في جيبه دا مسجل ولا كاميرا ولا مصيبة تعرفش وأصبح كثير من الناس خونة خونة يجلس معك في مجلسك وهو خائن راضع للخيانة لم يذق طعم الصدق ولا الأمانة لا يعرف أن المجالس بالأمانة ولا يجوز له إن جلس معه أخوه أن يهتك سطرة أو أن يكشف سرة ولكن هيهات هيهات فلا يعرف هذه المعاني إلا الأتقياء إلا أهل الإيمان إلا أهل الفضل إلا أهل الوفاء وأين هؤلاء اللهم اجعلني وإياكم جميعا من هؤلاء المجالس بالأمانة المجالس بالأمانة أصبحت الآن لا تأمن لجليسك من جليسك ويا ترى ما الذي جاء به إليك ولماذا يسألك هذه الأسئلة تطرح علينا أسئلة نعجب لها ونستغرب لها ولكن اللبيب بالإشارة يفهم ما أخبثها وما أخطرها ويتصور هذا الأب له أنه يسأل رجلا من البلاهة والسذاجة بمكان ولا حول ولا قوة إلا بالله ما الهدف الخيانة الوقيعة إسقاطوا أهل الفضل وإن الله وإن إليه راجعون لقد حرم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يفشي الرجل سر امرأته سر زوجته وحرم أن تفشي الزوجة سر زوجها إلى هذا الحد إن من أشد الناس عذابا الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يهتك سطرها أو ثم يهتك سرها من أخبث الخلق فكيف إذا جلس معك أخوك واستأمنك أخوك فخرجت لتنقل كل ما قاله أخوك ويا ليتك نقلت ما قاله بصدق وأمانة بل تعمت أن تضع على كلماته من المشهيات والبهارات كما يقول إخواننا في مصر ما يفتح شهية أصحاب القلوب المريضة لتناقل هذا الكلام الذي هو نميمة محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام وفي لفظ قتات والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد بنية الإفساد إفساد القلوب وإفساد العلاقات وإفساد البيوت وإفساد الشركات وإفساد الأماكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم أيها الأحبة حين لا يأمن الرجل جليسه الفتن باختصار شديد جدا فالوقت يمضي سريعا جدا لا تزيد عن قسمين اثنين لا ثالث لهم فتن الشهوات وفتن الشبهات فتن الشهوات ما أكثرها لا حصر لها ولا عد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب شهوات المال إنما أموالكم وأولادكم فتنة الأولاد الدنيا أيها الأفاضل بوتقة اختبار وبوتقة ابتلاء والذي ينجو من وفقه الله تبارك وتعالى وعرف حقيقة الدنيا فاتخذها مزرعة للآخرة وقنطرة ليعبر عليها إلى جنات النعيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطراه مصفرة ثم يكون حطامة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال بعض أهل الفضل إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة ألا تتفق معي أخي الحبيب أن هناك من الخلق الآن من لا يعبد إلا إلها واحدا ألا وهو الدنيا يعبد الدنيا فالدنيا قبلته وكعبته وغايته وإلهه الذي يعبده أنا لا أبالغ والله لا أبالغ ولا أدغدغ العواطف والمشاعر بمثل هذه الكلمات هناك من الخلق الآن من يعبد الهوى فهواه إلهه الذي يعبده لا يفكر إلا بالهوى ولا يتكلم إلا بالهوى قد يقول ما يقول إن قلت له قال الله وقال رسول الله وقال لك والله ده كان زمان الله جل وعلا يقول الخمر حرام والخنزير حرام حرم الله الخمر وحرم الله الخنزير وقال لك كان زمان نحن لازم نشغل العقول هي العقول دي يعني أنت عاوزين نعطيها أجازة مفتوحة إلى الأبد الخمر اللي حرمت الخمر اللي حرمت دي غير الخمر الآن الآن اسمها مشروبات روحية تب والخنزير اللي حرمت دي كانت مريضة في أرض الجزيرة موبوءة مليانة أمراض إنما خنزير اليوم بتربى في الرعاية الصحية والعناية الطبية ما الداعي لتحريمها أيها المتخلفون ما فيش داعي للتحريم والدياء على الناس معيشته إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي متطرفون أصوليون أصوليون فوضويون فضوليون رجعيون متخلفون متأخرون لا يفهمون لا يعيشون الواقع ولا يعرفون شيئا عن أحوال العالم ولا أحوال الأمة هؤلاء يريدون أن يردوا الأمة إلى الجراحة بالكي إلى عمليات الكي هؤلاء يحرمون أشعة الليزر هؤلاء ينادون الأمة بالعودة إلى الخيام هؤلاء يحرمون على الأمة ركوب الطائرات والسيارات أتق الله تلك إذن قسمة ضيزة تلك إذن قسمة ضيزة ورب الكعبة من من أهل العلم يقول هذا من من أهل الفضل يقول هذا لكننا نقول قال الله قال رسوله وقول الله وقول رسوله يصلحاني كل زمان ومكان يصلحاني كل زمان ومكان شرع الله لا أقول صالح لكل زمان ومكان بل يصلح كل زمان ومكان ولم بغي على الإطلاق أن نقول مصلحتنا هي التي تقدم ولكنت مخالفة للشرع المصالح تنقسم عند علماء الأصول إلى ثلاثة أقسام الأول مصلحة شرعية وهي الموافقة لكتاب ربنا وسنة نبينا القسم الثاني مصلحة مهدرة أو ملغاة أو محرمة وهي التي تصطدم استضاما مباشرا مع المصلحة الشرعية والقسم الثالث بفضل الله مفتوح هو المصلحة المرسلة وهذا باب مفتوح إلى يوم القيامة المهم أن يكون متفقا مع قواعد وأصول هذه الأحكام الكلية لشرع الله ولشرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه المهم أيها الأفاضل حيثما وجد الشرع فثمت المصلحة حيثما وجد الشرع فثمت المصلحة لا ينبغي على الإطلاق أن تهتز هذه القاعدة في قلبك ولو للحظة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي أو قلت قال الصحابة والألي تبع لهم في القول والأعمال أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال حاش رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة فقال كما في الصحيحين من حديث عمر بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وفيه والله ما الفقر أخشى عليكم يا الله والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فتهلككم كما أهلكتهم إنها الدنيا قال صلى الله عليه وسلم بما فيها من شهوات قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة ابن زيدا رضي الله عنهما ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء وفي رواية أنس في صحيح مسلم إن الدنيا حلوة خضرة يا الله إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا يا سلام على هذا الباني النبوي فاتقوا الدنيا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء لا أريد أن أطيل فالوقت انتهى ثم فتنة الشبهات وهي عندي أخطر من فتنة الشهوات أنا لا أقلل من خطر فتنة الشهوات وإنما أقول مهما ارتكب الإنسان من الذنوب أو حتى من الكبائر فهو يعلم أنه مذنب فهو منكسر إن تاب إلى الله تاب الله عليه مهما عظم ذنبه فنحن لا نكفر بالكبيرة إن عاد إلى الله في أي لحظة من ليل أو نهار تاب الله عز وجل عليه والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا أما الشبهة التي تصيب القلب وتصيب العقل قد يبذل الإنسان من أجلها روحه ودمه وهو يعتقد أنه بذلك ينصر دين الله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله فما أخطر الشبهات لا سيما في زمن الإنترنت تعرض الآن الشبهات على موقع من المواقع فتجوب الأرض كلها في ساعة أو في أقل من ذلك شبهات لا تثار الآن على الفرعيات ولا على الجزئيات بل على الثوابت والأصول والأركان والكليات شبهات تثار الآن من الكافرين والمنافقين وأصحاب القلوب المريضة تثار شبهات على على القرآن بل وعلى ذات الله جل وعلا وعند الأدلة والله عند الأدلة وتثار شبهات على كتاب ربنا وما أكثرها وتثار الشبهات على رسولنا صلى الله عليه وسلم وما أكثرها وعلى سنته المطهرة وما أكثرها شبهات تعرض الآن على مواقع الإنترنت أو على بعض الفضائيات تعرض بقوة وبكثرة لا تطال الفرعيات بل تطعن في الأصول والثوابت والكليات ولا تسع الوقت للتفصيل ولا طالما بفضل ربنا جل وعلا فندنا كثيرا من هذه الشبهات وسنظل ننافح وندافع بأرواحنا ودمائنا عن ربنا جل وعلا عن دين ربنا جل وعلا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن قرآننا وعن ثوابتنا وأصولنا ما دام فينا عرق ينبض بالدم وما دامت فينا الحياة والله لن نتخلى أبدا عن نصرة دين الله تبارك وتعالى بكل ما آتانا الله جل وعلا حتى نلقى نبينا صلى الله عليه وسلم على الحوض إن شاء الله تعالى وإلا فنحن على يقين أن الدنيا محط ابتلاء ومحط فتن والناجي والسعيد من جنبه الله الفتن ومن صبر وكأنه يقبض على جمر بين يديه هؤلاء الغرباء موجودون في كل زمان ومكان أولئك الذين أشعرون بالغربة المعنوية والغربة الحقيقية لكنهم ثابتون صامدون يتحملون الأذى ويبلغون دين الله جل وعلا ويبلغون دين النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالهم وأعمالهم وأحوالهم أيها الأفاضل في عجالة شديدة ما السبيل ما السبيل ما النجاه أولا أن تتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك وأن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله فالموفق من وفقه الله والمخذول من خذل وتخلى ربنا تبارك وتعالى عنه اللهم وفقنا ولا تخذلنا يا أرحم الراحمين ثانيا صدق الاستعانة بالله جل وعلا اعلم بأنك تحتاج إلى تثبيت من الله أنا أحتاج إلى تثبيت من الله والله لو لا تثبيت الله لي ما استطعت أن أحفظ آية ولا حديثا وما استطعت أن أجلس كل ليلة ساعة كاملة أو يزيد ليحدثكم عن الله وعن رسول الله والله الذي لا إله غيره لو تخلى الله عنا بعونه وفضله وستره لفتضحنا وهلكنا وخسرنا في دنيانا وأخرانا هل تعلم أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى تثبيت الله له إيه ورب الكعبة ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا فإذا كان رسولنا وهو صاحب القلب المعصوم الموصول بالله جل وعلا احتاج إلى تثبيت من الله فبالله عليك ألا أحتاج أنا ألا تحتاج أنت وأنت يا أختاه إلى تثبيت من الله كيف يكون ذلك أصدق في طلب العون منه أصدق في طلب المدد والتوفيق منه سبحانه وتعالى إذ لا حول ولا قوة إلا بالله قال نبينا لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم ها يا الله اللهم أعني اللهم أعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فاطلب العون منه سبحانه وتعالى ثالثا الاعتصام بالله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم الاعتصام مشكلبة تعتصم بالله يعني تلجأ إليه وتحتمي به وتمتنع به سبحانه وتعالى فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به أي ملجأ وأي معاذ أعظم من أن تلجأ إليه وأن تعتصم به وأن تعوذ به وأن تلوذ به وأن تتوكل عليه وأن تفوض أمرك إليه وأن تلجأ إليه فورب الكعبة لا سعادة لنا ولا نجاة لنا في الدنيا والآخرة إلا إذا توكلنا عليه واعتصمنا به وفوضنا أمورنا كلها إليه سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدر رابعاً التحصن بالإيمان فالإيمان أمان ونجاة في الدنيا والآخرة ولا تسع الوقت للتفصيل حقق الإيمان ومن يؤمن بالله يهد قلبه وإن هدى الله قلبك نجوت وسعدت في الدنيا والآخرة خامساً أو سادساً التحصن بالعبادة أنت في زمن الفتن تحتاج إلى العبادة إلى المحافظة على الصلوات الصيام الصلاة بالليل محافظة على الصلاة بالليل على الذكر الاستغفار كل صور العبادة العمرة الحج ما استطعت إلى ذلك سبيله اسمع البشرى النبوية دي في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج في الهرج يعنيه يعني في الفتن كهجرة إلي كهجرة إلي يا له من فضل العبادة في الفتن أجرها كأجر من هاجر من الصحابة من مكة إلى المدينة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم سابعاً مصاحبة الصالحين يا أحبابي فيه وجوه أول ما تشوفها تذكر الله تتذكر ربك وفيه وجوه أول ما تراها تذكر المعصية والعاذ بالله وتصيب الفتنة قلبك أظن هذا واقع أصحاب الوجوه الأولى هم الأولياء بنص حديث رسول الله الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين فيه وجوه أخي أول ما تراها تشعر بالسكينة تشعر بالطمأنينة تشعر بالراحة تشعر بالسعادة تشعر بانشراح الصدر نعم أنا أعلم أنه لا يستلذ هذه الكلمات إلا أهل الإيمان أما أهل النفاق الله أكبر إذا رأوا وجه ولي من أولياء الله أو وجه تقي من المتقين أو وجه عالم من الربانين أعوذ بالله كأن حية رقطاء قد قفزت وأفرغت كل ما في جوفها من سم في حلقه لا يريد أن يرى هذه الوجوهة النيرة ولا يريد أن يرى هذه الوجوهة الطاهرة الخيرة التي تذكر الخلق بالخالق وتذكر الخلق بالحق سبحانه وتعالى يا سلام نبي يقول خير عباد الله خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وشروا عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراءاء العنت يعني الذين يبتغون للبراءاء العيب والعنة والمشقة والحرج هؤلاء أشروا خلق الله كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم أيها الأحبة صحبة الصالحين تجدد الإيمان في قلبك تذكرك برب العالمين تبعدك عن الفتن يا أخي يكفيك شرفا أنك ما جالست عالما من العلماء يكفيك شرفا ويكفيك شرفا أنك ما جالست عالما من العلماء أو وليا من الأولياء أو مؤمنا من الأتقياء وعصيت الله جل وعلا في حضرته أتحدى أن يقول أحد ذلك أن تجالس عالما وتعص الله في مجلسه أبدا أي شرف أي شرف إن جلست بين يدي العالم دمعت عينك ورق قلبك وتجددك إيمانك وشعرت بالندم على كل ذنب ارتكبته بل وعاهدت الله على الأوبة والتوبة إلى غير ذلك من النيات الصالحة الطيبة لذا كان لقمان الحكيم يقول لولده أي بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب فإن الحكمة تتنزل على مجالسهم فإن الله يحيي بكلامهم القلوب كما يحيي الأرض بوابل القطر كلمات العلماء دواء كلمات الأدقياء الشفاء فاحرص على صحبة الصالحين على صحبة المؤمنين المتقين وأخيرا أيها الأحبة الدعاء والتضرع والتذلل وصدق اللجأ إليه تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن ولا أنسى أن أقول بأن فتن الشبهات تحتاج إلى نور البصيرة وتحتاج إلى قوة العلم وإلى قوة الحجة وإلى صحة الفهم عن الله ورسوله لابد أن تكون فاهما فهما صحيحا وواعيا وعيا دقيقا عميقا للأدلة القرآنية والنبوية حتى لا تعرض عليك الشبهة فيتشرب قلبك الشبهة وأنت لا تدري هذا يحتاج منك إلى مراجعة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وإن قرأت أنت كتابا من كتب أهل العلم لابد أن تكون فاهما لمصطلحات أهل العلم لأن الله تعالى جعل العلم في صدور الرجال ثم انتقل بعد ذلك العلم من صدور الرجال إلى بطون الكتب وبقيت مفاتحه بأيد الرجال كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموافقات نعم أيها الأحبة هذه بعض السبل للنجاة من الفتن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الفتن وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين واحفظ الأمة كلها من الفتن واحفظ بلدنا مصر من الفتن واجعل هذا البلد أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين اللهم لا تحرم هذا البلد من نعمة الأمن والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأفاضل الفتن وما أدراكم الفتن نجان الله وإياكم منها وأعانني وإياكم على سلوك سبل الاعتصام والنجاة منها إنه على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل المكارم للجوامع ترجع والفضل ينساب للرسول ويرجع هي مفتر